الله اكبر الله اكبر الله اكبر والعزة للتوحيد نحن بإذن الله نحرر البلد من اي مشرك ايزا البلاد الشيوخ من دون الله بنحرره من العتدينا قلع من العتدي عفوا نواصح يقدم الشيخ مصمم وانا شغب بكرادار ويعبد الله عز وجل عبادة صحيحة والامثال في القرآن كثيرة جدا والله عز وجل يضرب الامثال والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب الامثال وعلى سبيل المثال قال الله تبارك وتعالى وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون وقد حكى الله عز وجل في كتاب او ذكر الله عز وجل لنا وانزل في كتابه امثالا كثيرة جدا منها ما ذكره الله عز وجل عن اصحاب الجنتين في صورة الكهف واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب فحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هاشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وآيات كثيرة جدا فيها الامثال والذي جاء في صورة العنكبوت ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون المسأل دا واضح جدا ربنا قال فيه اي زول عمل له اولياء وخدتهم واستبعونه بين الله يدعوهم ويناديهم في الشدائد ان كنت في هم وغب فنادني بيامرغني ااتيك بسرعة او السادة السادة انا عبدا لكم نادة او وكن يا مريدي حافظا لعهودنا اكون حاضر الميزان يوم الوقيعة دا كل اتخاذ انداد ووسائق وشركاء لم يأمر الله عز وجل باتخاذه فربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء الكلام دا واضح خدت له ولي اتخذ اي جعله هو وكان ولي صالح كان ما صالح المهم خدتوا واسطى بيانه وبين الله وده عين الشرك الذي قاتل من اجله النبي عليه الصلاة والسلام المشركين الاواهي شان كده ربنا قال قال عن عبدة الاصنام وعبدة الاوثان قال وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا يعني نحن واسخانين وزنوبنا كثيرة وبالنادي الجماعة ديال عشان هم نظيفين وزاكرين الليل وشايرين اللالوب اللالوب هرسوهم وبالليل درشوه وفرشوه انت ما لكم على اللالوب يا زل شنو اللالوب ابتاء فربنا في القرآن قال ليك ديال ما عندهم شيء ربنا قال قل اندعو من دون الله شوف الآيات من صورة الانعم آيات قوية جدا واضحة جدا ربنا قال قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد ايذ هدان الله بعد ما الله هدانا للتوحيد وهدانا للإسلام وهدانا للسنة تاني بعد نرتد ننادي غيره ونرد على اعقابنا اي نرتد على اعقابنا بعد ايذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين فربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء شفت الزورة الخاتلة واولياء بيانوا بيان الله وقال انه واسخان وقال انه واسخان وقال انه بكثير ويبقبة ابوه الشيخ يبقبة لبنية اكتب لي حجام من راسي لا كرعيه يا اخي ده هجام ولا بطانية من راسك ليه كرعيك قال ابوه الشيخ يبقبة بابا قصير اللحية القطايا الطير يا زول وما عنده حاجة لا بيحي قطايا لا بيحي مي ولا يتصرف في الكون ولا يعلم غيب ولا يدي جنة ولا بيسمعك لو دعيته ربنا قال لك بواضح القرآن وصريح القرآن ربنا قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاك ولو سامعوا ربنا قال لك اذا سمعك بيستجيب لك تاني دار منه شوني دار منه شوني القرآن ده ما واضح وما تكوارك سابية بره القرآن ده واضح مش قلت تشاهك بتصرف في الكون وماسك الكون قال ده قال الكون أعلاه في طي قبضتنا ده بتاع المرغنية قال ماسك الفوق من فوق ليتحد بتاع القادرية قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بقن الحوتي أمضط راحتي ده قال ماسك الكون كله زي كل يكتر برسيم وكذاب والله كان مسك كسان ما تمسكه خذلي كمان تمسك الكون كله يا مجرم يا كذاب يا مفتري ربنا قال في القرآن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الملك بأيض ربنا والذي يصرف الكون هو الله لا أحد معه لا نبي لا رسول لا ملك لا صالح لا طالح ربنا قال في صورة الأحقاف المسألة أو هذه الآيات من أوضح الآيات التي يعني نواجه بها هؤلاء الذين تتوجهوا لغير الله ربنا قال يا أيها الناس ربنا قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ربنا يعني هذا السؤال موجه لكل من توجه لغير الله بعبادة الدعاء أو الطواف أو الذبح ربنا بخضك بهذه الآيات قل أرأيتم ما تدعون من دون الله دون الله الملائكة ودون الله الرسل ودون للأنبياء والصالحين والشياطين والجن كلها دون الله ولا تساوي الله أروني ماذا خلقهم من الأرض وروني اللي لا أسأل أسأل أي سؤال أسأل أي سؤال لأي واحد قل لو تتعال بتنادي عبد الرحيم الزريبة له إنت طائف يا قبة المكاشف له بتعتقد في أزرق طيبة له أزرق طيبة الآن في أزباني هناك ماشي دعالك وزمان كان بيدي في المساكين يديه فاتحة يديكم هوا يديه بقرات يديه محاية والآن هو فات أزباني إنت كدخل عندك موخ كان هو بعالج ما كان يعالج نفسه كان بعالج ما كان يعالج نفسه ما رك فيها أزباني هناك وعبد الرحيم الزريبة برضو فات مصر لما جاتوا الحصوة برضو فات مصر ليه إنت قلت بتعالج ما تعالج نفسك ولا ماذا إلى الفايدة لنفسك عاجبك يعني دار تموت دار تموت وبيتموت بيتموت وربنا بيّن ضعفك وبيّن عجزك حصحاصة نجمتك وغتست حجرك حصحاصة بعد ده بدأ ينادي في الرجال هيا أبو التايو وحامده بحصايا زيلوا الحصايا أمراض كلايا ولا زالوا حصايا ولا زالوا أمراض كلاوا حصحاصة نجمته وهذا جند من جنود الله ولا يعلم جنود ربك إلا هو إلا هو عشان كده ربنا قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض اللارض الماش فيها واللارض اللي بتزرع فيها واللارض اللي بتبني فيها واللارض اللي بتسكن فيها الليلة اللي بتناديهم دال خلقوا شنوه أسألكم بالله يا مسلمين المكاشف خلق ربعمائة وربع في الأرض لا البرعي خلق حاجة لا الركاني لا كلما خلقوا حاجة كلما خلقوا حاجة ربنا قال أم لهم شرك في السماوات عندهم شرك في زال عند ربعمائة في السماء أبدا ربنا قال أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ربنا قال بعدها طوالي وَمَنْ أَضَلُوا وَمَنْ أَضَلُوا وَمَنْ أَضَلُوا مِنْ مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُوا لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ والله يجد ما في مخلوق يستحق يدعى مع الله عز وجل لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله مع إن أفضل بشر وأفضل يعني من مشى على الأرض وأفضل من عرج به للسموات العلاء بعدما قال له ناديني أنا يا ابن عباس وكان غلام قال له إذا سألت فاسأل الله نحن الليلة برضو بنقول للصوفية إذا سألت أسألوا الله وإذا استعنتوا استعينوا بأن الله لأن ديال المخلوقين كلهم فقراء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ربنا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذبكم ويأتي بخلقٍ جديد وما ذلك على الله بعزيز شوف الآيات دي واضحة كيف ربنا قال ربنا في هذه الآيات يخاطب هؤلاء مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت دا الزوال البتخذ ليه أولياء من دون الله يناديهم ويتوكل عليهم ويحلفياهم ويطوف قبورهم ربنا قال مثل العنكبوت كمثل العنكبوت دا زي العنكبوت اتخذت بيتها وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون دا زي العنكبوت دي بيتها لا بيحميها من البرد ولا بيحميها من المطر ولا بيحميها من الحر كذلك الذي يتوجه لغير الله هذا كالذي يستضل ببيت العنكبوت ويتمسك بخيط العنكبوت وهو ضعيف لا يقي من بنته من حر الشمس ولا من البرد ولا من المطر عليك الله دا ما خيبة زول مدعلك ببيت العنكبوت دا الذي توجه لغير الله وتوجه إلى المقبورين والموتى وغيرهم من الضلال ربنا قال دا زي زول اتخذ له بيت العنكبوت ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوتي لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ربنا قال في صورة الحج شوف الآيات كيف وشوف القرآن وشوف عليك الله نحن أقول قرآن ودال ربنا قال في القرآن ربنا قال في القرآن في صورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا الله قال لك ما بيخلقوا طبانا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويأسلمهم الذباب الشيئة لا يستنغذوه منه دعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره أي ذول بنادي غير الله ده ما قدر ربنا ولا احترم ربنا لأن ربنا قال في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذل الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ربنا قال في صورة النمل أسمع القرآن يا زول شوف القرآن ضواضح كيف ربنا يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون يا مسلمين الله خير ولا المعبودين بالباطل الله ولا المعبودين الله ربنا قال الله خير أما يشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أي يشركون بالله عز وجل يدعون غير الله ويدعون الله يحلفون بغير الله ويحلفون بالله يتوكلون على غير الله ويتوكلون على الله يذبحون للأصناب وللقبور وللموتى ويذبحون لله ربنا قال بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السؤى ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يد رحمته أإله مع الله أإله مع الله لنعلم أن هؤلاء لا قيمة لهم ولا وزن لهم لأنهم بربوبون إن شاء الله أنا أكتفي هذا القدر وأقدم أخونا الشيخ وكر العذاف لتفضل المجزم أجور السلامة وصية القحطان من الله كلما أنشته رحم الإله شداك يا قحطان شكرا لكم